المقاومة في الجسم المقاومة في الجسم فمثلاً لدينا بجسم الإنسان عوامل فيزيائية العوامل الفيزيائية لدى جميع الأفراد لدى جميع الأنواع أول عام الفيزيائي هو الجلد فالجلد يعمل كحائط صد لجميع الميكروبات والجراسيم الأخشية المخاطية أهداب القصب الهوائية شمع الأذن جميعها من العوامل الفيزيائية والتي تساعد على المقاومة العامة للجسم العوامل الكيميائية مثل درجة الحموضة أو ما تعرف بالبي إتش درجة الحموضة لأن جميع الميكروبات وجميع البكترية لابد لها من درجة حموضة معينة حتى تتمكن من المعيشة ولكن عند تغيير درجة الحموضة فإنها لا تساعد على حياة هذه الميكروبات لذا في العوامل الكيميائية مثل درجة الحموضة العوامل البيولوجية وتنقسم إلى الساكن الطبيعي وهو ما يعرف بالنورمال فلورا أيضا عملية البلعامة هذه هي العوامل التي تؤثر في جسم الإنسان وتعتبر من المقاومة العامة أو ما يعرف بالمقاومة غير النوعية عوامل فيزيائية عوامل كيميائية عوامل بيولوجية العناصر المؤثرة على فاعلية المناعة الطبيعية هذه المناعة الطبيعية لدى جسم الإنسان تختلف من شخص آخر تختلف على حسب السن تختلف على حسب المستوى الاجتماعي تختلف على حسب الإجهاد مثل الإجهاد في العمل عدم النوم هذه العوامل تؤثر على فاعلية المناعة الطبيعية للجسم فمثلا هل تعتقد وتعتقدي أن سن الإنسان ليس له تأثير على هذه المناعة؟ هل كبار السن مثل الشباب؟ بالطبع لا فالسن له تأثير مباشر على فعالية المناعة الطبيعية لجسم الإنسان الآلية الثانية لمقومة الجسم هي المقومة النوعية للإصابة بالأمراض المعدية حيث يعمل الجهاز المناعي في الجسم للتعرف على الأنتجن النوعي بوسطة إحدى الآليتين إما الاستجابة المناعية السائلة أو الاستجابة المناعية الخلوية الوسيطة ترجمة نانسي قنقر